أما ما يتعلق بشؤاله بأنه في الصلاة يذهل عن الذكر مثلاً يعني نعطي مثال كأنه هو من المعلوم أن المصلي في الركوع يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى فهو لا يقوله بس يركع ويسكت وإذا قال الإمام أو هو كذلك يركع ويقوم بدون أن يقول شيء وإذا رفع كذلك لا يقول ربنا ولا كان عبد وإذا سجد لا يقول سبحان ربي الأعلى بمعنى أن المسألة عنده حركات فقط بدون قول فنقول ألك الحل لا شكلنا هذه أمور واجبة وإذا قال سبحان ربي العظيم أو إذا ركع يجب عليها يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وما زاد فهو من المستحبات يقول إذا رفع رأى قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد واجب كذلك وما زاد فهو من المستحب يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى يقول بين السجدين ربي اغفر لي كل هذا واجب فهذه واجبات طالما أنه تركها عمداً عمداً عامياً عامداً وهو عدوان نشك في ذلك فبناءً على هذا فهو في الواقع صلاة غير صحيحة أما لو كان ناسياً بعض الأقوال في هذه الحركات فيقول يجبره سجود السهو إلا أن يكون مأموماً فيتحمل الإمام عنه سجود السهو ترجمة نانسي قنقر